أسعد الله وأوقاتكم متابعيني الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا على يوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وإن شاء الله أنه نهاية شهر وبداية مرحلة جديدة نهاية شهر شعبان آخر جمعة في هذا الشهر الكريم المبارك ربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات ويرزقنا ويرزقكم ويغفرنا ويغفرلكم يا رب طبعا القمر موجود اليوم في منزلة الشرطين بما أنه توقعتنا اليوم الجمعة 1 نيسان منزلة الشرطين حكينا في الحلقة يوم الأمس إنها جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر حلقة الشعر رح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة ثمانية واثنان وخمسين دقيقة من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والصلاح والإصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر بما أنه موجود في برج الحمل في هاي الفترة منشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما أكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحثر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكننا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما اليوم عنا اللي هي أول زوايا البطيئة طبعا اللي ذكرناها في الفترة الماضية عنا زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الشمس طبعا تأثيراتها لغاية يوم ستة أربعة هي ذروتها يوم اثنين أربعة هاي الزاوية طبعا عند دائما عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه فيما سبق وبيزداد التوجه عنا لإجراء الاتصالات والتناقلات والسفريات الضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي اليوم بداية تأثيراتها اليوم هي راح تبدأ تأثيراتها هي زاوية الاقتران الخطيرة والسلبية بين المريخ وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها ابتداء من اليوم اللي هو واحد أربعة ذروتها يوم خمسة أربعة أقريبا في ساعات الفجر بالظل مستمرة لغاية يوم ثمانية أربعة فمن يوم واحدة أربعة ليوم ثمانية أربعة في عنا أحداث مهمة كثير راح تكون دولية تحديدا ففي هاي الفترة بتزداد المواجهات والمشاحنات أعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما إنها بتزيد العصبية وعليه يجب أن نتمالك أعصابنا ضبط النفس عند التعامل مع الغير وتنتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاض داخلي وهذا الشيء بينعكس على علاقاتنا مع الغير أما بالنسبة لدوليا فهاي بالدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع الصناعة الثقيلة وأيضا في البورصة يعني اللي بيشتغلوا في مجال البورصة بدهم يحذروا حذر كبير خلال فترة هاي ثمن أيام بهاي الفترة برضو بتتراجع المنتجات الفلاحية واستخراج المعادن احتمال وقوة حوادث وإضرابات ومقاطعات إلها علاقة بالمناجم والمحاجر والأمور إلها علاقة بالإنتاج في هاي الفترة برضو بزيد نفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرض المواطنون لقمع وتعصف في دولة ما وهاي الفترة بتزيد شعبية أحد الدعاء ورجال الدين من المحافظين أو المتعصبين وبتشهد برضو فضائح بتمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الأشتراء المشتري وبين نبتون ذكرنا عنها يوم أمس وهي تأثيراتها طبعا مستمرة لغاية يوم 25 أربعة لحد ما ينقطع هذا الاقتران اللي هو تأثيراته أو أوجه هاي الفترة بتصير مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية في هاي الفترة بتنتهي وضعية حرجة وممكن بعض الأشخاص يقعوا في الحب من أول نظرة وبتدل برضو هاي الفترة على ازدهار التجارة الخارجية خصوصا اللي لها علاقة بالأمور السائلة اللي زي المياه أو النفط أو الغاز أو الأمور البحرية وعقد سبقات تجارية بخصوص الصيد البحري والمنتجات البتراكيماويات مع دول أخرى وأهم شيء أنه برضو لها علاقة هاي الفترة بالاتصالات لأنها برضو بتطور وبتزيد من كفاءة الاتصالات وتطويرها بشكل مذهل جداً والتكنولوجيا تحديداً وبيكون الجانب العقائدي لبلد معينة بيزيد الاهتمام فيها بالدين والعقيدة وبيزيد احترام الناس لرجال الدين والآئمة وممكن تزيد حيماة أحزاب اليسار وتأثيرها على القرارات الحكومية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم راح تتشكل فعندنا زوايا إيجابية ثلاثة الأولى هي اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون في تمام الساعة 22.34 دقيقة صباحاً فمنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس وهي يعني ولادة الهلال وهاي راح تكون الساعة 6.24 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ونصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين المريخ وهي راح تكون في تمام الساعة 10.6 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الظهيرة لثاني يوم لا يوم السبت فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عند الرأس والأسنان اللسان العضلات المخططة القضيب والمرارة والشرايين والدم بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا اليوم هذا مناسب لإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكن هو مناسب لعمليات التجميل الخفيفة اللي هي الحلاقة بمعالجة البشرة والأمور هاي ولكن مثل الحقن والجراحة ما زالت الأجواء لا تسمح بذلك طبعا هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح برضو للقص العلاجي يعني يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا طبعا مناسب ما في أي مشاكل اليوم تذكر لهذا الموضوع بالنسبة للقمر في برج الحمل زي ما حكينا كله المسار القادم رح يبدأ يوم السبت يوم اثنين أربعة بيبدأ في تمام الساعة وحدة وخمسين دقيقة بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وتسعة وأربعين دقيقة مساء لا يستقر القمر في برج الثور بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره تسعة وعشرين يوم في تمام الساعة أربعة ودقيقة صباحا بيصبح ثلاثين يوم نسبة الإضاءة صفر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة طبعا سعيد بنسبة مية في المية القمر في الحمل حتى يوم اثنين أربعة الآن هو سعيد بنسبة ستين في المية مع ساعات الصباح أو يعني ساعات الظهيرة تقريبا بصير سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية عطارد في الحمل حتى يوم احداش أربعة سعيد بنسبة خمسة في المية الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة أربعة منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في الدلو حتى يوم خمسة أربعة منتحس بنسبة خمسين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة سعيد بنسبة خمسة في المية قرى نصف الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وممكن اليوم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمعوا جواب كنتوا بتنتظروه وأهم شيء أنه اليوم تتحرك وما تنتظر أنه الفرصة تيجي لعندك لازم أنت تتحرك باتجاهها أو بحث عنها أهم شيء أنه ما تضيع الوقت هاي بداية مرحلة جديدة وقوية بالنسبة لا إلك برج الثور يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني أهم شيء أنك تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم وراحتكم اليوم بتهدأ الوتيرة عندكم وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعروا ببعض الخيبة وممكن تظهر خلافات أو التباسات طبعك في الفترة هاي متقلبة ومزاجك متعكر أهم شيء أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن أنك تخسر أكثر ما بتتوقع برج الجوزة ابتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة اليوم تقدر تعبر عن آراءك بحرية وجراءة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف لمد يد العون مع الزملاء برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء أنك تبرر كلامك وتوضحه بشكل جيد حاول أنك تكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لا اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وبتهتم لبعض الاتصالات والمشورات أهم شيء أنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية برج الأسد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو لاجراء مقابلة أهم شيء أنك تظهروا تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولاختبار تجارب مختلفة بتشعروا بالاعتزاز والفخر أهم شيء أنه ما تستسلموا وما تردخوا للشروط اللي ما بتناسبك حاول أنك تناقش بمنطق يوم إيجابي وداعم بشكل قوي برج العذر بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة بداك تكون متفاهم لأوضاع الآخرين ولغراءهم وتتجنب الكلام الجارح وتحاول أنك تكون دبلوماسي برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبتكثر عندكم الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت فعشان هيك بدك تحاذر التراجع الصحي ما فيه أي خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات أهم شيء أنك تتجنب المشاكل وحاول أنك ما تتصلط برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن اليوم تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدول غذائكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة فعشان هيك بدك تحاذر من المشاكل الصحية برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا اليوم في فرصة مناسبة للمصالحة والتسوية وكذلك للتعارف والارتباط والحب والهوايات ونشاطاتك اليوم متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتاز جدا فتعتبر هاي فترة إيجابية لا تعوم برج الجديد ابترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ممكن اليوم تحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات وهذا الشيء ممكن يعرضك للمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات ولكن برضو بالمقابل ممكن يكون عندك مناسبة عائلية أو خبر مفرح إلى علاقة بالعائلة برج الدلو ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشروع بنجاح هاي فترة مناسبة لتقديم الانتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا بطرح موضوع حساس وممكن تقدموا على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا مال بيعدلهم أو يحصلوا على هدية اليوم ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية حاول إنك تعمل بجدية ننظم شؤونك المالية امتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك نكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر